خراب ودمار وتحطيم أثاث المنازل هذا هو المشهد في قرية كفر قليل التي اقتحمتها قوات الاحتلال وأغلقت المنطقة وشرعت بأعمال التفتيش التي طالت عدة منازل وأصفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بعد إجراء عمليات استجواب ميدانية بحقهم اقتحمت بيت المنزل زياد لحج حماد أبو فتحي أخذته وأخذت سياراته فاتت عبيتنا اللي تأخذ إخوتي لأي عدي أخذوا المصاري 9000 شكل وأخذوا شغلات هيك من الدار وطلعوا إجوا هون صارت اشتباكات مع الشباب وحاجوا على الجيش الاحتلال ضربوا مسيل عليهم إجت المسيل هون فسبب أنه حروق كتير أنه تصير النيران كتير ضمار وتفتيش وتخريب وهسا بتكون تطلعوا سلاحة من الدار فيش سلاحة لنا؟ لا بتكون تطلعوا سلاحة من الدار أحكروب فيش سلاحة إنتوا فتشتوا بش شي في الدار و narration لأ في سلاحة وبتكون تطلعوا سلاحة يعني بتكون تطلعوا سلاحة غصباً عنكم حط البرودة في راسة البنات وحكالها بديك تتوقع طب ونحنا بنوقعش على وركة بالعبري وركة بالعبري كيف ننوقع عليها؟ كالها أنت بنجبورة حط البرودة في راسها وخليها توقعوا وركة شو فيها الوركة حنا ما بنعرف قنابل غازية وصوتية مما أدى إلى اشتعال النيران في مشطب للمركبات ووصول ألسنة اللهب إلى منازل المواطنين الأمر الذي أسفر عن إصابة العديد منهم بحالة اختناق العمارة كلها تأثرت كل العمارة نزلوها تحت مش بس هنا أجبوهم نزلوهم تحت لأنها كانت ملع كل الدخل من هنا كل النار من باب الدخل من هنا كلها دخل ما حد شايفه شي نزلونا كنا من باب العمارة من هنا على السلة فكرهم أنه في هاي الأعمال أنهم بيرهبون أو أنهم يعني بيخلونا ننسى ثوابتنا فهذا الإشي منهم وراء يعني إحنا ثابتين على ثوابتنا والأرض أرضنا وشو ما يعملوا بشرح نتراجع يعني فهذا الإشي اللي عملوه عادي وقال من عادي وييجو اليوم وييجو بكرة وييجو بعد بكرة إحنا عادي واطفالنا وولادنا وكل ما نملك فضى الوطن وفضى الأقصى ممارسات الاحتلال وتنكيله بالمواطنين يعد نهجا تنفذه سلطات الاحتلال بغرض ترويع الأطفال والنساء الآمنين في منازلهم والذين يتعرضون لممارسات تعصفية من قبل الاحتلال أثناء اقتحامهم لمنازل المواطنين الصورة هنا أبلغ من الكلام جرائم الاحتلال لا تقف عند حد معين وتقوم من خلال ممارساتها تعصفية بمحاولة إرهاب المواطنين الفلسطينيين وترويع أطفالهم من قرية كفر قليل خليل أبو عرب تلفزيون فلسطين